موسيقى صباح الخير استبعاد لبنان عن لقاء عمان اللي خصص لاطلاق دورة عربي قيادي والمساهمة بجهود حل الازمة السورية عم بثير القلق القطاع العام علق اضرابه وطلب من الموظفين المداومة يوم واحد اسبوعيا واجراءات جديدة لوزارة الداخلية لضبط النزوح السوري بحلقتنا لليوم نبريس ريفيو كراءة لأبرز التطورات على ساحة سياسية مع صحافة حسين زلغوت من اللواء ليطلعنا اكتر على مقاله بالاضافة لفقراتنا المعتادة نبدأ حلقتنا بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هيدا النهار من العام 1932 غرقت المدمرة البريطانية تشيفلد في حرب الفوكلاند التي وقعت بين الارجنتين وبريطانيا بعد اجتياح الارجنتين عسكريا للجزر بقصد تحريرها واسترجاعه بعد تعرضها لقصف صاروخي ارجنتيني ومع هيدا الخبر نبدأ جولتنا والبداية مع صحيفة النهار وابرز العنوين الصادرة لليوم بالنهار اليوم طبعا هو اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 اي ار واشنطن تتميز عن باريس وحل من الداخل كتبت صحيفة النهار بصعب يوسع تحركه ويزور معراب لمسته انفتاحا والامور تبدأ بالحوار بيان الخارجية عن اجتماع عمان يلمح ضمنا الى تغييب لبنان عن مسألة النزوح السوري ايضا نتابع في عنوين صحيفة النهار بين اجتماع عمان وزيارة رئيسي لسوريا اسرائيل تصعد موافقة البرهان ودوغلو على هدنة لمدة سبعة ايام اعتبارا من غد وفي الصفحات الداخلية لصحيفة النهار كتبت روزانة بمنصف تجمع خمسي اخر يستبعد لبنان في هذا المقال كتبت ان المعنيون في الشأن اللبناني تلقوا صفعة بعد استبعاد لبنان عن اللقاء الذي عقد في عمان من اجل حل مسألة النازحين السوريين وهو كما تقول ليس الاجتماع الاول الذي استبعد عنه لبنان انما اجتماع الرياض سابقا ولم يجرأ احد من المسؤولين التعليق علما ان لبنان هو الدولة المجاورة المعنية بالملف ويرى معنيون ان تغييب لبنان يتحمله اهل السلطة الذين يفقدون يوما بعد يوم هيكلية وجود دولة لبنان فيما استحققاتها الدستورية تنتظر الدول الاقليمية وتوقفت الاوساط لروزانا بمنصف عند امر اساسي يجب ان يأخذه لبنان بالاعتبار في ملف العودة وهو وقف ضخ الاكاذيب حول القدرة على اعادة النازحين والتوافق مع النظام السوري ولفتت هذه المصادر الى ان الاهم هو ان يبدأ النظام السوري بالتنسيق مع هيئة الامم المتحدة لتحديد الاحتياجات اللازمة لتحديد الخدمات ايضا اللازمة لمناطق العودة وهذا الانتظار يظهر عقم القيادات اللبنانية على امكانية اعادتهم قريبا ايضا نبقى في النهار كتب وجدي العريدي اسباب ارجاء زيارة المفض القطري لبيروت هل تتقدم اسهم قائد الجيش من جديد بحسب مصدر سياسي لوجد العريدي والذي نقل عنه زواره ان التسوية ليست عيبا وشرعت ابوابها وننتظر وقد يكون للبنان رئيس قبل او بعض القمة العربية في الرياض وعن زيارة المفض القطري الى بيروت قال ان زيارة تأجلت نظرا الى ان المفض لم يلمس جديدا بعد سلسلة اتصالات اجراها بعد اللقاء الخمسي فما من اسم لتسويقه لدى اللبنانيين ولفتت المصادر الى ان سلسلة متغيرات من الموقف الامريكي اللافت الغامز من قناة الموقف الفرنسي اضف الى ان الاتصالات السعودية الفرنسية لم تتوقف ويتابع العريض ان التغيرات في المنطقة من ملف السودان الى الخط السوري التركي الروسي والصيني يعيدون هيكلية وضع المنطقة دون ان يعني ذلك الملف اللبناني بالضرورة وقد تبين بحسب المقال انه لا يمكن انتخاب رئيس من دون موافقة السعودية واشار الى ان الامور تبدلت في الساعات الماضية اذ انخفضت اسهم فرنجية وتصاعدت بورصة قائد الجيش لما لها من ايجابيات على ملف النزوح السوري وفيما لم تتوقف الاتصالات السعودية تشير مصادر المقال الى انه قد يكون للبنان رئيسا في الشهرين المقبلين وإلا فامد الفراغ لا حدودة له ومن النهار نتابع مع صحيفة اللواء كتبت اللواء في الصفحة الأولى نأي أمريكي وإيراني عن التدخل وقلق من استبعاد لبنان عن لقاء عمان تعليق اضراب القطاع العام على سبيل التجربة واجراءات إدارية وبلدية لضبط النزوح السوري الأسير خضر عدنان شهيدا والفصائل ترد على الاحتلال بالصواريخ اجتماع عمان الخمسي عودة آمنة للاجئين السوريين ووقف تهريب المخدرات الانتخابات التركية 2023 رحلة الرئيس رجب الطيب أردوغان للولاية الثالثة بين التحديات والفرص أيضا في الصفحات الداخلية لللواء نرى ماذا ورد في أسرار اللواء أو ننتقل إلى المقال بقلم حسين زلغوت المعارضة موحدة على رفض فرنجية ومباثرة على تسمية البديل صباح الخير السيد الحسين صباح النور لك وللمشاهدين الكرام صباح الخير لماذا تعتقد مصادرك في المقال بأن شهر أيار سيكون حاسما لجهة انتخاب الرئيس هل سيكون هو ثمرة التقارب السعودي الإيراني أم من المبكر أن تظهر النتائج الآن نعم الحسن في الشهر الحالي للاتحقاط الرئاسي لا يعني انتخاب الرئيس بقدر من أنه من المتوقع أن يعج هذا الشهر بالاتصالات والمشاورات في الداخل والخارج والتي من شأنها أن ترسم الخطوط العريضة لعملية الانتخاب بمعنى أن الصورة تتكون أوضح مع التوقعات بأن ينجز الاستحقاق الرئاسي خلال الشهر المقبل أي حزيران إذا تعذر قبل التاسع عشر من هذا الشهر موعد انعقاد القمة العربية في الرياض حيث هناك من يرغب أن يتمثل لبنان في هذه القمة على مستوى الرئاسة أما لجهة حزيران فإن هناك يعني رغبة أمريكية بأن ينجز هذا الاستحقاص قبل موعد انتهاء الولاية الممددة لحاكم مصر في لبنان في تمول حيث لا يوجد أي توجه للتمديد له أو لتعيين بديل عنه بالإنابة مما يحطم وجود رئيس جمهورية لتعيين هذا الحاكم نعم إذن اعتبروا الجميع أو عوى للجميع على التقارب السعودي الإيراني وحتى الآن فشل الرهان ولا يبدو لبنان على رأس القائمة بل في أسفلها كما يبدو فهو ليس أولوية أقل له إذا صح التعبير فما الذي سيحرك سيحرك عجلة هذا الاستحقاق هل القمة العربية هل ملف النزوح هل حاكم مصر في لبنان كما ذكرت ما من شك لتقارب الإيراني السعودي الذي حصل عن طريق الصين قد قلب المشهد في المنطقة رأسا على العقل وهو من دون شك سيساهم إلى حد كبير في تبريد الساحات الساخنة على مستوى المنطقة بشكل عام لكن على ما يبدو هناك مدرجات لهذا التفاهم بدأ في اليمن ثم انتقل إلى سوريا وجاءت أحداث السودان لتجعل لبنان في أسفل الأجندة التي وضعت لمعالجة ملفات المنطقة لكن لا يعني هذا أن الملف اللبناني قد أهمل وهناك اتصالات مكثفة تجري على أكثر من صحيح لإنجاز الملف الآدر الرئاسي كونه يشكل الممر الطبيعي لانتظام عمل المؤسسات وبالتالي انتشار لبنان من أزماته الاقتصادية والمعيشية التي يتخوف أن تتفاقم مع الأيام القادمة في حال استمر الشهور الرئاسي نعم المشاركة في الكمة العربية سترفع إلى مستوى رؤساء ماذا لو لم يتم انتخاب رئيس كيف سيتمثل لبنان وما هي نعكسات ذلك عليه بالطبع أن هذا الأمر لن يكون في صالح لبنان وهناك سعي كثيف في التاخر والخارج لإتمام الاستحقاق الرئاسي وأن يكون لبنان ممثلا برئيس الجمهورية لكن المطيات المتوافرة حتى هذه اللحظة يبدو أنه من الصعب أن يكون لبنان رئيس في غدون الأسبوعين المقبلين وربما يكون التمثيل على مستوى رئيس حكومة تصريح العمال لكن مع احترامنا للرئيس نجيب مقاطي فإن هذا التمثيل سيكون ضعيفا قياسا لمن سيحضر القمة وقياسا للظروف والتطورات التي تفرض على لبنان بأن يكون ممثلا على أعلى المساويات لمواكمة التطورات التي تأجي نعم الصحافي حسين ظلغوت شكرا لهذه المداخلة ونتابع أبرز أيضا ما جاء في صحيفة اللواء ميقاتي التقى سافير قطر وأطلق المسح العنقودي المتعدد للأمم والطفل بكركي تحذر من الاستخفاف بمقام الرئاسة الأولى وتعطيل الاستحقاق ومن صحيفة اللواء سننتقل إلى أبرز العنوين الصادرة لليون في لوريان لوجور كتبت لوريان لوجور واشنطن تعيد التذكير بخطوطها الحمراء وأيضا جاء في عنوين لوريان لوجور السعودية تفتح أبوابها لاستقبال سواح مثليين ومع هذا الخبر نصل لأول بريك في حالتنا اشتركوا في القناة ومن تبع كراءة العنوين وأبرز ما جاء في نداء الوطن بانتظار من يبلغ فرنجية جيم أوفر وأيضا في الصفحات الداخلية كتبت غادة حلاوي مؤذرة عربية لعودة سوريا ونزحون جزء من الحل من لبنان إلى توركيا تلفت حلاوي في هذا المقال إلى أن استبعاد لبنان عن لقاء عمان سببه غياب دولة تثبت وجودها وأشارت مصادر ديبلوماسية إلى أن الاجتماع في الأردن جاء الاستكمال التي سبقت تركز حول الأزمة السورية وليس موضوع النازحين بشكل محدد ولفتت المصادر إلى أن الاجتماعات ستتكرر وقد تشارك فيها دول أخرى وتتحدث مصادر متابعة لغادة حلاوي في لبنان أن هناك معطيات دفعت باتجاه اتخاذ إجراءات تحد من حركة النازحين وأن دولا كالأردن وتركيا ستقوم بإجراءات مماثلة لافتة إلى أنه يبدو أن المجتمع الدولي لا دور له في المسع العربي لإعادة النازحين إلى سوريا ومن صحيفة نداء الوطن ننتقل إلى أبرز العنوين الصادرة في صحيفة الأخبار إلى الحرية شهداء الرئاسة جمود بسبب صمت الرياض ومن الأخبار إلى الشرق كتبت الشرق ملف الرئاسة حراك داخلي خجول وانكفاء خارجي ومن الشرق إلى أبرز عنوين الديار واشنطن تستفيق رئاسيا هل هذا هو المرشح المطلوب للإنقاذ منصة الحفر في طريقها إلى لبنان والمطالب تغرق بيروت بعجقة السير ومن الديار أو نتابع بعض العنوين أيضا في الديار زيلنسكي للحلفاء عززوا دفاعنا الجوي البيت الأبيض مقتل عشرين ألف روسي خلال خمسة أشهر المعارك تحتدم في الخرطوم والوضع الإنساني يتدحرج إلى الأسوأ السعودية تسعى لجمع المتقاتلين إلى طاولة حوار في الرياض ومن صحيفة الديار نتابع أيضا أبرز ما ورد في الشرق الأوسط تأهب في إسرائيل في إسرائيل بعد صواريخ غزة لبنان لتسجيل النازحين السوريين وسط دعوات إلى ترحيل المقيمين غير القانونيين موافقة على هدنة سودانية لسبعة أيام والجيش يرفض التفاوض السياسي ومحادثات سعودية أفريقية لوقف الحرب جولة أممية وأمريكية جديدة لمساندة جهود السلام اليمني موسكو تحذر وارسو من انخراط أوسع في الحرب الأردن يوسع مشاورات عودة سوريا خصوم إردوغان يتهمونه بمفاوضة أجلان في سجنه طلبا لأصوات كردية وتيك توك أكثر جدوى من دور النشر في تشجيع الشباب على القراءة ومعنا وين الشرق الأوسط منكون وصلنا لتاني بريك بحلتنا ترجمة نانسي قنقر ومنوصل بحلقتنا لجولة على الصحف العالمية اختلفت المواضيع الرئيسية بالصفحات الأولى بالصحف العالمية فصحيفة لومود تناولت مسألة التدريبات العسكرية الضخمة اللي عم بيقوم فيها الجيش الفرنسي وعنونت على الشكل التالي الجيش الفرنسي يمارس حربا شديدة الكثافة ومن لومود إلى العنوان الأبرز في لوفيجارو اللي تناولت مسألة إصلاحات نظام التقاعد وعنونت هل ينجح الطلب الثاني لإجراء استفتاء حول مبادرة مشتركة أما صحيفة The Guardian فنقلت حديث عن الرئيس الأوكراني زيلنسكي حول تسريبات البنتاجون حيث قال لم يتم إخبارنا بوجود خرق استخباراتي وإلى صحيفة The Washington Post اللي تناولت أبرز التطورات على السحة الأمريكية وعنونت اتهام رجل بإطلاق النار على خمسة جيران تم أسرهم بعد مطاردة استمرت لأيام وإلى The New York Times اللي عنونت بعد الانتعاش من الوباء تراجع التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية ومن العنوين العالمية نشوف الكاريكاتور الأبرز الصادر في نداء الوطن قبل ما ننتقل لفقرة أجندة إذن ومن كاريكاتور نداء الوطن ننتقل إلى فقرة أجندة على الساعة عشرة بيستقبل مفت الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري أما على الساعة 11 فجلسة للجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط لمناقشة موضوع إعادة هيكلية المصارف ودخول مصارف جديدة إلى السوق المحلية بالإضافة إلى تعميم المصرف المركزي وتأثيره على الوداء ولهون منكون وصلنا لختام حلقتنا بتلاقيكم الزميلة جريسيا أنتون بنشرة الساعة 8 بعد دقائق إلى اللقاء